السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كوليسترول لكن القليل منه من يعرف ما هو الكوليسترول فهل يا ترى عندما نذكر او نقول ان الكوليسترول هل هذا يعني ان الشخص مصاب بمرض طبعا هل هذا المرض يمكن ان يكون خطير ام انه مجرد عامل قد يشكل خطر فطبعا هل يعني بان الانسان عندما يسمع بان له الكوليسترول هل هذا يعني بانه يعاني من مشكلة صحية خطيرة نعم ارتفاع في نسبة الكوليسترول هو مشكل يعني لان الجسم دينا فيه مجموعة المكونات اللي يخصى تكون عندها واحد المقياس ديالها اللي مخصاش تخطو ولي مخصاش نقص عليه فالفتو تيكون هناك مشكل ولا نقص عليه تيكون كذلك هناك مشكل فنفس شيء بالنسبة الكوليسترول فالكوليسترول هو كين في الجسم دينا الجسم دينا يحتاج الى كوليسترول يعني هذه نقطة اللي يبغت نبدأ بها لان اغلبية الناس ما تفهموش هذه المسألة هذه وتدرنوا بان الجسم لا يحتاج الى كوليسترول وهذا خطأ درورية درورية لان النقصان ديالها كذلك مشكل فالجسم دينا هو تحتاج لتلتمية ميلي جرام الكوليسترول في اليوم احنا غادي نشوف تلتمية ميلي جرام هذا النور ما العادي الجسم يدخلو نعم فالجسم في الدم دينا عادتان مخصوش يفوت الكوليسترول مخصوش يفوت جوجل قرام في الليتر فمن بعد اللحظة بمختبرات جوجل قرام جوجل قرام وعشرين مش مشكل فالزيادة في الكوليسترول او لزيادة في نسبة الكوليسترول داخل جسم للانسان اكيد ان عندها عواقب اكيد ان عندها مضاعفات فمن مضاعفات ذيلها مباشرة امراض القلب والشرين ارتفاع في الضغط الدموي اوني هذه كل امراض تستقدر تنتج على المشكل الارتفاع في نسبة الكوليسترول وما ننسى بان امراض القلب والشرين هي السبب الاول للوفيات في العالم فشخص على ثلاثة او شخص على خمسات يموت من مشكل دي الامراض القلب والشرين فهذا امراض القلب الشريين بين السباب ديالها يعني هو الارتفاع في نسبة كوليسترول في جسم ديالاني كان كذلك هناك ارتفاع في الد 51 الدموي benzina فالدخط الدموي عندو علاقة لكلوسترول وهنا ثم سلسلة طويلة يعني ارتفاع في نسبة الكوليسترول جيه الارتفاع دموي هذا الدخط الدموي يقدر يقدي مشكل ديال قصول ذات الكلوي لان عنده ارتفاع حين ان يكون علاج عقليه على المington كذلك الارتفاع في نسبة الكوليسترول يعني يقدر يؤدي المشاكل على مستوى الكابيد لان هناك شحوم تتلصق على مستوى الكابيد فهدي كلها مشاكل اللي عندها علاقة بالارتفاع في نسبة الكوليسترول لهدف الناس خصوم ما يستعزقوش بهذا الكوليسترول يعني مش يقولوا كل شي دبوا عنده الكوليسترول نعم فخصوم يعطيه اهمية لان صحيح ان الارتفاع في نسبة الكوليسترول هم الناس اللي يعني هم الارتفاع في نسبة الكوليسترول ما تكونش عندهم ربما المشاكل ما غتبانش بين عشية وضحاء يعني مش ما بين اليوم تلع الكوليسترول غد تغيب المشكلة يعني من بعد ربما شو هو ربما بعد سنوات والكوليسترول كذلك اللي خاصنا نعرفه هو انه يعني ما تتلاش في يوم ولا يومين اذا ربما انت حدثوه الاعراض يعني ما عندوش اعراض كتكون دهران متى الشبيه الانسان تقدر تكون هناك اعراض ولكن اللي تن اكدو عليه هو اللي تيمكننا نعرفوه بالضبط واش كان ولم كانش هي التحليلة تحليل طيبية هي اللي تيمكن توضحنا وتأكدنا وتجزمنا واش كان هناك ارتفاع في نسبة الكوليسترول او لم يكنش لذا فالناس خصوم كيف ما قلت ان الكوليسترول ما تكون هناك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في طبيعة الحال تنظر على الكوليستيرول الغذائي لأن يقدر تكون هناك مجموعة أنواع العرتفاع في كوليستيرول التابعة في الكوليستيرول الأرتيب يتبع بالحال للخلل في النمط العيش وهنا ما تنظرش على النظام الغذائي ولكن تنظر على نمط العيش لانا كان هناك فرق كبير جدا ما بين نظام الغذائي بوحده وما بين نمط العيش نعم الأسلوب العيش فالارتفاع في نسبة الكوليستيرول تعطينا تفاصيل أدق وأكثر من السمنة لانا الارتفاع في نسبة الكوليستيرول يقدر يكون شخص ما عندوش زياد في الوزن ويعاني من الارتفاع في الكوليستيرول إيضا الكوليستيرول يقدر يجيح عمد النسخ الذين يدعاف ولو اكتنة وزن زيادة Katherine-ا أجل يتعلق الناس ليتدعاف ون Geez شخص ثمين وما عندوش الظين في الكوليستيرول ويكون شخص دعيف ويكون على تفاة الأمயوم له الاستفاع في نسبة الكوليستيرول فكما قلت الان الارتفاعELLE داخل الجسم ذلك الإنسان تتأطينا فكرة على نمط العيش durchiالشخص كيفاش انا مطلعيش تاني بان الشخص يني الماكلة دياله غير صحية غير جيدة غير متوازنة هدي من جهة من جهة اخرى تاني كذلك على ان الشخص لا يقوم بحركة هنا كنت قدروا او كنت تكلموا على الاسباب ديال تفعل كوليستيرول كانت لا ماشي الاسباب نعم تقدر تكون هي اسباب ولكن في نفس الوقت هي مني تجين ديالشخص مثلا تشطيني وتلقى بان الكوليستيرول طالع وبانه جي من جانب الغدائي تنعرف مباشرة بان الشخص لا يقوم بحركة كافية وبان النظام الغدائي دياله غير جيد اذا هدي يقدروا اذا ما كانش حركة كان اسلوف ديال تغذية ماشي متوازن يقدر يرتفع الكوليستيرول يقدر يرتفع بالنسبة الاسباب يقدر يقدر تكون هناك حركة يقدر ربما الشخص يقوم بالحركة ويقدر الشخص ربما عنده نظام غدائي نسبيا جيد ولكن عنده ارتفاع في الكوليستيرول ممكن عنده علاقة بالوراة لا انا دائما تنظر في جانب الغدائي نعطيك مثال بسيط جدا يقدر يكون شخص مثلا ما تتناولش المقليات ما تشربش مشروبات غازية تدير حركة وتدير حركة مثلا ثلاثين دقيقة في اليوم وعنده ارتفاع في الكوليستيرول اذا الميشي من الاكتار من الكوليستيرول الاكتار من تناول مادات الكوليستيرول نعطيك مثلا شخص يتناول خمسات البيضات في النهار بالاضافة الى 100 قرام ديل او 150 قرام دل لحم في الغداء و 150 قرام دل لحم فلاشا ما يمكنش ما يجيش كوليستيرول والزبدة وذكلم بالاضافة الى الزبدة بالاضافة مثلا غياخد حلوة ولجوش في الأسبوع اذا انها التغذية ليست سليمة ولكن هو بالنسبة له ومعندوش مقلية في الزيت لان الناس يضمنونها المواد اللي هي مشي استناية اكتار منها يقدري ادي الها مشاكل يعني الشيء اذا زاد عن حد ينقلب الى ضده فتناول الناس من الان يكترون من تناول يعني خصوصا للناس اللي يقوموا بعض الحميات او لبعض المجهودات بعض انواع الرياضات يكترون من استهلاك البيض حيث يتلع شرط البيضات في النهار بالاضافة للحوم الاخرى فهذا خطأ وخطر على الصحة انا مشي تانقل الناس ما يستيلكوش البيض لا مشي مشكل ممكن يستيلكو البيض دائما البيض هو المتهم الاول بالنسبة للكوليستير لكن هناك اغذية اخرى حنا غدي نشوفها يعني المقليات في الزيت تتجي قبل الكوليستير قبل البيض فالناس بشيفهموا البيضة في النهار ما غديش تخلق مشكل او الاحتمال اذا كانت تاخد اسبه ماشي مشكل غير هو ما خصناش ميكون هدنا في نفس اليوم البيض والحم والباتيسخي يعني هذي كلها اغذية اللي هي غنية بالكوليستيرول فيها الدهنيات لحينت الكوليستيرول عشن هو الكوليستيرول عبارة عن دهنيات وهنا خصنا نفرقو ما بين جوج المسائل لانا اغلبية الناس ما تفرقوش ما بين هاد الانواع دهنيات نعم كان سمو كين دهنيات اللي جيدة و كين دهنيات سيئة نعم ичеن يعني هاد بعمل ما تفرقوش ما بما ان كان هنا ك دهنيات جيدة و غيرا شئ conscient مباشرة كان هناك كوليستيرول جيد و کوليستيرول غيرا جيد فadic لديلك الدهنيات كان جوج الانواع دهنيات ف osob نقدرون نقولو بان كان هناك دهنيات اللي من اصل حيواني وكان هناك دهنيات اللي من اصل ناباتي فنخت نفرقو ما بين هنتى جوج الانواع دي clearly كيف ش envرقوش،品 الحيواني؟ الدهنيات اللي هي من الاصل حيواني كلها دهنيات مضهرة دهنيات مشبعة فقط باختلاف دهنيات السمك الطعام لا تدخل دهنيات الحيوانية جيدة من اللحم ملكي موديرا فالدهنيات الحيوانية كلها تحتوي على كوليستيرول فمنا نأخذ مثلا لاتيسخي عمر بالكوليستيرول لأن في الاصفر البيض والزبدة ومكُميات كبيرة نعم فهي تحتوي على كوليستيرول فاللحوم والمشتقات اللحوم كلها تحتوي على كوليستيرول ولكن باش الناس يتبعوا معناه مزين ويفهموا معناه مزين احنا ما تنقلوش الناس ما تاكلوش الأغذية الحيوانية لا هذا خطأ غير بكميات معقولة يعني احنا ما غدش نجيه مقونا من العوم مقونا حرموه لا ما تاخدش لا أفوال فممكن أن ناخد واحد الكمية ديال اللحوم مثلا مرة في اليوم ولا مرة في يومين ولا مرة في ثلاثة أيام نقوم بتطريقك نعم اكيد تطريقة هذه الطيقة رجيب من بعد فالتناول مثلا اللحوم مرة أو مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع ليس مشكلة ولكن يجمع مني اتناول حم مرتين في اليوم وعندي معها المقليات في الزيت وعندي معها 4 أو 5 عم في اليوم تنجمع كميه كبيرة الكوليستيرول ليس من مشكلة هذه الدهنيات الحيوانية من بين هناك الدهنيات النباتية ، لهذه الدهنيات النباتية مثلاп wniez زيت زيت أو زي هنال depressing القاعدة الناس اللي يخذوها cook them وان جميع الدهنيات النباتية و جميع الى الغذية النباتية التي تحتوي على الدهون لا تحتوي على كوليستيرول القرقام مفيهش كوليستيرول اخ موجهة دراسة اللي قررت بين قوسين لأنه إذا أخذت أفوكا واحدة يوميا كتمنع أو تتحميك من ارتفاع الكوليستيرول الضار يعني يمكن يأخذ شخص واحد لافوكا في يوم دائما ممكن شوف كل ما هو نباتي ما نخافوش منه اللوز القرقاء لافوكا زيت البلدية ما يكونش اكتار يعني ما يكونش اكتار منه لأنه ما يمكنش نأخذ خمسة لافوكات في النهار ماشي في النهار نا اتا قولك نعم ممكن وحدة في اليوم ممكن يوميا ممكن بحالي هدرنا على زيت زيتون خاصة تخذ يوميا عشرات الحبات اللوز يوميا ممكن يا جوز بخلاف الدهنيات الأخرى اللي جاينا من اللحوم ما يمكنش لأن هذه الدهنيات اللي جاينا من اللحوم اللي هي دهنيات مشبعة وتحتوي على كوليستيرول هي سبب من أسباب أمراض القلب والشريم ويتطلع الكوليستيرول في حين أن هذه الدهنيات اللي هي نباتية هي دهنيات غير مشبعة هذه الدهنيات الغير المشبعة أشنو تدير تتهبط من نسبة الكوليستيرول وهنا غدي ندخلو التفاصيل شوي أكتر ونحاوط نبسط ما أمكان فعلاش لأن الكوليستيرول هو نوعان ربما الأغلبية الناس يسمعون هذه المسألة هذه الكوليستيرول جيد والكوليستيرول غير جيد وإحنا محتاجين الجيد بتأكد بعض الوقت الجيد هو الاشدال هاي ضو نسي تيليبوبورتين لأنها دليبوبورتينات فهذا الowanyبوبرتينات اللي كنا آشنو يديه لليبوبرتينات هما الدهنيات اللاسقين في البروتينات فهذا الاشدال هو الكوليستيرول جيد والالدال لو ضو نسي تيليبوبورتين هو الكوليستيرول السيء هو غير جيّد . علاج سمال متى الإمتعان فهذه الأشدائل تحضر كوليستيرول وتحضر الزمن العرق وتعطيه للكبده لكي توجد مستوي الكبد الأشدائل تحضر زمن الكبد وتعطي الاعرق وتتَجمع وتتجمع على مستوي العرق لذلك يستمر وكأن العرق تتفع يجب التفعز للتغط على هذه المنطقة وذلك الشوحوم تتأثر كدلك على القلب دينا فتتأثر على الجسم كامل كله فهذا هو الفرق لكين ما بين الاشدائل والالدائل ذلك شهراش اختي سايدة دائما تنقل الناس كل زيت البلدية لا زيت البلدية نعم اكيد كان حويش اخرين ولكن الناس يقول لك لا زيت البلدية تتغلض او لدي الليه ديك رهل منافع ديالها اكبر من هذه المشكلة السمنة لان مشكلة السمنة تتعالج بطرق اخرى فالزيت البلدية اشنو تدير زيت البلدية تتهزن الكوليسترول من العرخ وتدير الكبدة يعني اشنو تتحل المشكلة الكوليسترولية هي الاج هي نوع من الحلول نعم كا الاج احتوي قاية كذلك من تنظرالزيت الزيتون فداخل فيها زيتالغان داخل فيها اللوز داخل فيها القرقاء داخل فيها الافوكال يدرت يا قبيلة يمكن ان تقول له الطعام ديال البحر الابي المتوسط نعم بامتياز pero 눌러ف بالمغربي بين بالنظام للبحر الأبيض المتوسط أو لا يعرف به بلوغيجati ميديتغانية هو يعتبر بين أفضل وأحسن الأنظمة التي كانت عالميا ولكن يمتاز إليه أن النظام الغذائي المغربي هي أفضل منه وأحسن منه من ما يخص لجانب الغذائي لأن النظام الغذائي المغربي يحتوي على أغذية ويحتوي على مكونات غذائية لما كناش في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. رمشي جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط عندهم اللوزو عندهم القرقاء عندهم زيت زيتون عندهم زيتاليان. فكان هناك بعض الأغذية اللي هي كينف مشتركة بين بلدان ولكن المغرب يعتبر من بين البلدان مشي من بين البلدان هو البلد الواحيد في العالم وفي البحر الأبيض المتوسط اللي فيه تنوع غذائي من أجل ويقاية من مجموعة هذه الأمراض نتك مثل بسيط جدا. الهندية مثلا الهندية اللي لا توجد إلا في المغرب بلدان البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا ولكن هذا بكمية قليلة فالهندية تتسببت الكوليسترول الزيتون ولا زيت زيتون تتسببت الكوليسترول نمشي معك أبعد من هذا البلوت البلوت الناس ما عارفينش بأن البلوت يحتوي على نسبة دهون أكثر من الزيتون وثومة كذلك فالبلوت أنا نرجع للبلوت كل ما هو فوكه البلوت البلوت تعتين 32% دي الدهنيات الزيتون يلا تعتين 18% البلوت هو غاني غاني بالدهنيات كثير من الزيتون علش ما تنحسوش بها حينت البلوت شنو فيه في النشويات وفي البروتينات وفي النشويات كتير من الخبز شوف البلوت شنو فيه سبحان الله نعم فهاد البلوت مني تناخده لأنش حالة دي زمان الناس ركنو تيجنوب بالتقيق دي البلوت بلوت نعم كان البلوت تتحنو تيجنوب الخبز الآن للاسف ما بقاش تستهلك فهاد البلوت تناول د البلوت وهدا وقته الآن اللي هو يعتبر مبين الأغدية للمغاربة مكرفسين عليها علش مكرفسين عليها علش مكرفسين عليها لأنه لا تستهلك بكميات كبيرة نعم ربما غداية تنشري درام ولا يجوش درام وتندوزنا ولدك كريسة تنخدوك كهذا خاصو يكون الآن البلوت خاصو يكون حاضر في المائدة المغربية البلوت خاصو يتخذ بشكل يومي تقشر ويتخذ بشكل يومي لأن ذاك شي اللي كان في البلوت صعيب عش نلقاوه في أغدية أخرى هو يعتبر مبين الأغدية دي الفصل الخريف هو يعتبر مبين الأغدية القليلة اللي كان لفي ثلاثات المكونات غدائية طاقية نعم أشنو فيها في البروتينات وفي الدهنيات وفي النشويات اللي هي سوكالية نعم في فوائد كثيرة نعم فالبلوت تهبط الكوليستيرول إذا نبقى مع الكوليستيرول أسد نبي يا شي في أول الحوار دينا قلت قلت نبي أن الكوليستيرول مهم وخصو يكون في الجسم إذا أحبادان لو نتعرفوا على الدور للكوليستيرول في الجسم يعني الوظائف دياله فالكوليستيرول سنعرفوا بأن الخلايا الدماغية يعني الدماغ دينا يحتوي على نسبة مهمة جدا من الكوليستيرول تقريبا تلوتين ديال الدماغ دياله عبارة عن دهنيات فهذا الكوليستيرول يعني لو أنما يكونش هناك كوليستيرول داخل الجسم ديالإنسان أكيد غتكون هناك مشاكل بحل مشاكل يمكن لا توقع من خلال مجموعة ديال مكونات غدائية لانقصات يعني مجموعة المكونات غدائية لانقصات تنقص معها العمل ديال مجموعة ديال الأعضاء لأن الله سبحانه وتعالى كيفما خلق الجسم ديالإنسان كيفما بيين على أن هناك مجموعة الأغذية ومجموعة المكونات غدائية لخص الدخل فالكوليستيرول يدخل في تكوين ديال الهرمونات يدخل في تكوين الأنزيمات يدخل في تكوين بعض الخلايا يدخل في تكوين بعض الأعضاء فالكابل تحتوي على كوليستيرول الدماغ يحتوي على كوليستيرول على هاد الأنزيمات والهرمونات اللي ما يمكن لهاش تخدم إلا ما كانش مكونة بشكل صحي وبشكل دقيق فالكوليستيرول يدخل في تكوين الأنزيمات والهرمونات داخل الجسم ديالإنسان المشاكل الصحية المتشرة بشكل كبير هي مشاكل اللي عندها خلل بالهرمونات واللي عندها خلل كذلك بالأنزيمات مستوى ديال مشاكل الهضم منين جاية جاية من خلل على مستوى الأنزيمات المشاكل ديال عدم الهضم بشكل جيد وعدم الامتصاص نعم جاية من مشاكل ديال هرمونات اللي كيف ما قلت ديال المرارة وأعداء أخرى وكذلك من مشاكل الأنزيمات فعدم إدخال وهنا خلال دول بالوحد المسألة عدم إدخال كميات كافية من الكوليستيرول في اليوم يؤدي لارتفاع الكوليستيرول إذا ما دخلناش الكوليستيرول كيف ارتفاع نعم إذا ما دخلناش 300 ميلي جرام الكوليستيرول في اليوم غيكون عندنا ارتفاع في نسبة الكوليستيرول للناس اللي كتبقك شاد وتنعمل الجسم ما ديال تقولي يقلب باش يصيبوه هو الراس والداخل باش يعالج المشكل وبالتالي تقولي تسمع كميات كبيرة جدا لأنه كان هناك نقص وهذا يؤدي الارتفاع في الكوليستيرول ربما الناس ما غاديش يفهمو كيفاش هات 300 ميلي جرام حنا غادي نشوفو ان شاء الله في الناس التالي من الحلقة كيفاش نحققوها هات 300 ميلي جرام الكوليستيرول مسألة سهلة ماشي صعيبة غير ناس خصوم يعرفو بأنه إلا كترنا منه مشكل ولكن إلا ما خديناش بشكل نهائي رموشكل حتى هو ذاك شيء هلاش احنا ضد الحيميات القاسية حنا ضد الحيميات اللي تتمنع ضد الحيميات اللي تتحرم ضد الحيميات اللي تتحبس نعم تنخربو حاجة اخرين اللي يكونوا مهمين مثلا سيد نبيل عيش اسمحلي عنده دور كبير في الفيتامين دال اللي عنا مشكل فيه أكيد أكيد فأشوف حين تلقوه الفيتامين دال هو يعتبر من الفيتامينات المدابة في الدهنيات الفيتامين دال تلقوه في كل ما هي أغدية فيها دهنيات فعدم إدخال دهنيات الجسم دينا يعني عدم إدخال كوليستيرول كافي يعني عدم إدخال فيتامين دال كافي يعني دي مسألة اللي هي نشوف فالك شانا شخصنا نتروع التنوى الغدائي هالتنوى الغدائي رمين كلكش تجيبه فقط عن طريق غداء ولا غدائين ولا ثلاثة أغدية ولا أربع أغدية لا خسيكون هناك تنوى ومما تنبيته الأرض أنا قدرنا قبله على البلوت ونزيد نظر على البلوت لماذا؟ لأن البلوت هدا وقته فهذه فرصة باش أن الناس خلصهم يتناولوا البلوت أنا أقول لك يعني مبين الأغدية اللي يمكن أن تعطينا طاقة بشكل كبير هو البلوت في هذا الوقت هذا يعني ممكن نعطيوها الدراري وناخدوه كل شيء يقدر يتناول البلوت هذا الصحيح والمريض مثلا؟ لا كان هناك بعض الأمراض اللي تنمنعو فيها خصوصا أمراض الكلي هل سمعنا أخذ البلوت هدا ومشيو؟ نحن ننبهه بأنا نعم دائما الناس اللي تعانيوا من أمراض الكلي خصوهم يبعدوه الأغدية اللي فيها البوتاسيوم بشكل كبير والبوتاسيوم كان في البلوت بشكل كبير ولكن الناس اللي تعانيوا مثلا من الداء السكري يمكنهم يتناولوه بكميات معقولة لأن فيها نشويات بشكل كبير وهذه ربما الناس اللي عندهم داء السكري ما عارفينش بأن البلوت يحتوي على سكريات فقلت بأن الاكتار أو عدم تناول كميات كافية من الكوليستيرول يؤدي الى ارتفاع لأن بعض الأحيان الناس تقدر يكون مجانا عندهم ارتفاع في الكوليستيرول وشي شنو تدير تدير حمية قاسية شنو يلحمية قاسية ما تدخلش ولو ميلي جرام واحد الكوليستيرول شنو تداله الكوليستيرول شنو تدال الكوليستيرول تزدي تطلع لكي يقول بغي يعرف الأغذية القليلات الكوليستيرول إذا هل بالفعل الأغذية لها دور مهم ورئيسي في خفض نسبة الكوليستيرول أكيد طبعا الكوليستيرول الدار كندل نعم الكوليستيرول الأصل من جانب الغذائي فهيني باش نعالج المشكل ديال الكوليستيرول كان هناك جوج ديال الركائز والجوج ديال القواعد أساسية ورئيسية اللي خصنا تعمدوا عليها كان هناك الجانب الغذائي هذه النقطة الأولى وكان هناك الجانب الحركي وهذه النقطة الثانية فالناس لأن المشكل بين أسباب اللي يقدرنا لها في الناس في الأول ينوال قلة الحركة قلة المشار لأن عدم استهلاك وعدم استعمال هذيك الكوليستيرول اللي داخل الجسم ديالنا يؤدي إلى تكاتر الدهنيات وتحولها يعني تل السكرية اللي تناخدها لما تحرقها تتحول إلى دهوم تتحول إلى كوليستيرول إذا نصد المرض السكري يخصوم يردوا البل بس نعم نعم لأنهم معرضين أكثر من غيرهم الارتفاع في نسبة الكوليستيرول ومن الأخر معرض أكثر أستاذ هو التعرض للارتفاع في نسبة الكوليستيرول ولكن هذه أمور خاصة و أمور اللي هي دقيقة مما ندخلوش في تفاصيل والناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي يقدر يكون مصاحب بالكوليستيرول يقدر يكون الكوليستيرول هو السبب للارتفاع ضغط الدموي ويقدر يكون مكين يشونك علاقة إذاً ضروري خصيب قوي على اتصال أكيد ضروري كوليستيرول ضروري متحليل نعم متحليل و أريد أن نشيل واحد النقطة أختي سعيدة اللي هي مهمة بشكل كبير الناس خصومي فهموا واحد لنسأله لأن للأسف يعني اكترت مجموعة دي ما نقولش نصائح ولا مجموعة دي الأفكار المعلومات اللي هي معلومات بعض أحيان اللي هي خطئة نعم أغلبية كانت تكون خطئة نعم فاني تنشوفوا على صفحات الانترنت الآن ولا بعض المجلات يعني كيف تنقص عشرة كيلو في ثلاثة أيام الأخيرة وكيف اجتبط الكوليستيرول فقط عن تناول عصير الحامد ولا ما عرفش حاجب حالك فهدي أورق زيتون خرشوف الغماغات نعم فما كانش هناك مسألة وحدة لين كنت لقوم لي بوحد دور يعني كان هناك مجموعة يعني بقدر الناس خصوم يفهمو ما كانش وصفات يعني كافانة من استعمال هدي المصطلح وش عندك وصفة باش نضعاف وش عندك وصفة باش نغلاض وش عندك وصفة باش ننقص في الكوليستيرول وش عندك وصفة باش نبط السكر كافانة لا هدا خطاء هذا خطاء لا يوجد ما كانش هناك وصفة لا يوجد ما كانش وصفة كان هناك نمط عيش كان هناك نضام غدائي كان هناك تربية غدائية نعم فباش ننقصه من الكوليستيرول مكيش هناك وصفة اكيد مكيش هناك وصفة يعني أنا تتعصبني هاد المصطلح دي الوصفة من اجل ينا لان الشخص عنده عنده خمسة غرام وستة غرام وسبعة غرام الكوليستيرول وما باغي بدلتش مجهود ما باغي بدلتش مجهود بدني ولا حركي وما باغيش يبدل مجهود في النظام الغدائي دياله وتيقلب على وصفة يعني سحرية باش ينقص هاداك الكوليستيرول يعني كفانة تلاعب بالافكار وكفانة تلاعب هاد الناعم يعني خاصة نكونوا شوية واقعيين كونوا شوية يعني نعطي قيمة للنظام الغدائي ديالنا ونعطي قيمة كذلك للصحة ديالنا لان الصحة ديالنا لو ان ما يكونش عندنا واحد نظام الغدائي اللي هو يتماشى مع الصحة ديالنا فاكيد من بعد غتكون هناك عواقب له خطيرة فالعلاج الكوليستيرول نحن قلنا قبلها باننا مخصناش ندخلو كثير من 300 ميلي جرام بالكوليستيرول هدي النقطة الولي ده نسمح لي أستاذنا بالعيش واحد نقطة مهمة مخصنا نذكر بها بان العلاج ديالكوليستيرول يعني من اللي تنقلوا العلاج ديالكوليستيرول هالكوليستيرول يتعالج غير فقط بالتغذية ام كيخصوا ادوية بجوج نقدرون نعالجوه فقط عن طريق النظام الغدائي كل شي تتحدث على الأدوية ينسوا الأدوية ماشي ضرورية الأدوية بعد الأحيان تقدر تكون ضرورية بعد الأحيان تقدر تكون ماشي ضرورية لأن تنظر بطبيعة الحال دائما تنظر على الكوليستيرول الغدائي اللي يجي الأصل دياله يجي من نمط العيش لأن العلاج تتلقى أن السبب المباشر هو نمط العيش ديال الشخص وسلوب ديال العيشة دياله نعم فالأدوية التعطاء مني تكون شخص مثلا عنده نسبة كوليستيرول مرتفعة بشكل كبير أو لا طبيبتي يحس بأن مثلا هذا الشخص ما قادرش يدير واحد الحيمية أو مثلا شخص له وراء شخص موسين ما قادرش على الحركة ضروري يخذوها من أجل النقصان في الكوليستيرول ولكن ممكن أنا نقصه مني تكون نسبة ما مرتفعش بشكل كبير ممكن نكتفيه بالنظام الغدائي وكذلك الحركة ديال النظام الغدائي هاد نظام الغدائي هاد نظام الغدائي بكل بساطة يعني خسنا ما ندخلوش كميات كبيرة من الكوليستيرول والأخذية الغنية بالكوليستيرول هي تيجي في الرأس ديال اللائحة تيجي المخ إذا هاد الأخذية اللي خسنا نحيده باش تكون الأمر واضحة ما الأفضل أن نبعده لا أتناء الإصابة بالكوليستيرول اللي عنده الكوليستيرول مرتفخ سوي بعد الى هاد الأخذية اللي غا نذكرنا الآن نعم وهاد الأخذية هاد الأخذية اللي غا نذكر الآن لا توسه لك بشكل يومي يعني المخ مجانا متل نناولوش بشكل يومي الكابيد نفشي الكرعين نفشي الكرشاول الشيكمبا نفشي يعني اللي كان هناك الآن اللي اللي بغننا نهضروه الى الأخذية المسببة بشكل كبير الكوليستيرول كان هناك المقليات في الزيت في الرأس ديال اللائحة مقليات في الزيت لأن المقلي تنقليه في الزيتاكا عادي في حال الموضة الدنجال، الخزول، القرعان، الحوتش، أي حاجة مقليافة تطلع الكوليستيرول لأنه هناك فرق ما بين ما يحتوي على الكوليستيرول بزاف و ما هو عمليا تطلع الكوليستيرول حيث نقلت لك المخ مثلا الكبداء أو الكرشاء أو الكرائين هادو وش تطلعو له هما أغانيين بالكوليستيرول ولكن وش المخ تناولوه بشكل يومي لا تناولوه بشكل يومي مره مره ربما كين بعض الناس اللي غيكونو تناولو المخ بشكل يومي ولكن ما، مداخلش في النظام الغذائي مغاربة ولكن نقدر بسهولة لقو شخص يتناول مقليات في زيت بشكل يومي نقدروا لقو شخص يتناول الشحوم بشكل يومي يعني هالي صوسيس هاها دي ها دي نقدروا لقو شخص متلا تتناول الباطيسخي وليبتيبان بشكل يومي تيفتر بالخليل هكاليوف لان الخليع اذا كان في زيت البلدية لن يوجد مشكلة هناك فرق ما بين الأغدية الأكثر غنى بالكولستيرول والأغدية اللي هي عمليا تطلع الكولستيرول كثير من حاجة اخرى فهذا المقل لا يتعاني من ارتفاع الكولستيرول يبعدو من المخ من الكرعين من الكرشة من الكبدات يقللو من استيلك اللوحوم كيفاش يقللو مرة أو مرتين في الأسبوع بجميع الأنواع لحظ إلا السمك إلا السمك يعني الغلميل بقريل بحلب حل بحلب حل من الأفضل يقلوا مرتين أو ثلاث مرتين في الأسبوع الأكثر ويستعلكوا السمك دي لهم يبعدوا بشكل نهائي على القليفة الزيت نعم بشكل نهائي سماما يعني الخدرة يبعدوا بشكل نهائي على ليغاتوليباتيسخي اللي بتيبارش لأن فيهم كميات كبيرة من الكوليستيرول كذلك الضعيم الجاهيزة اللي كتبير مثلا السوسيس فيك كوليستيرول بشكل كبير لنها عباراتا عن شحوم نفس الشيء بالنسبة للكفتين في الشحوم فممكن قاننا أخذ مثلاً بيضة مثلاً في نهار أو لا بيضة في يومين ماشي مشكل الناس لتعنيهم الملكوليستيرول لماذا؟ لأننا نحنا نحنا نجيب واحد الكينيات اللي هي معقولة كوليستيرول سمتلك مكانت ماشي مشكل وقت أكتكلها من غير مالشتص الازبدة مثلاً أخسس سنكون mandatiive في حالة تعبدها السوق من بعد هناك الأغديادة هي تته بطل كوليسترول منva مثلا الزيت البلدية هناك كلما هي ألياف غذائية الناس عندما البلدية quedoldوا خبزي الشعير هو أفضل من الخبز الكامل الخبز الشيار سيهبط الكوليستيرول يتناول على الأقل يعني على الأقل خصوم في اليوم ما بين 400 إلى 500 جرام دي الخضر ما طيباش نعم الخص الخيار خزو ليشو باربا خزو يعني هذي كلها أغدية هي غنية بالألياف الغدائية هي تساعد على تخلص من الكوليستيرول من الجسم دي الإنسان ومن الأفضل تخذ دائما قبل الوجبة نعم لأن داءنا أن يأخذها كأغفق نعم لان الوقت للتفاح همم التفاح يحتوي على المتاحين اللين نوع من الألياف الغدائية المهمة التي تتنتخل من نفس الكوليستيرول في اليوم يعني ممكن ناس يتناولوا 3ホتر في اليوم قبل الأكل نعم بتبعيها une حال قبل الأكل دائما نعم فتبعنا لهذا النظام هذا الألياف غدائية جاء الى الخبز الألياف غدائية جاء من الخضر الألياف غدائية جاء من الفواكه بالإضافة إلى القاطاني قطاني فهنا لا تحدثنا على وصفة نظام غدائي نظام غدائي خاص الشخص يتبعه في الأسبوع بالإضافة لهذا ضروري على المصاب بالكوليستيرول ضروري القيام بالحركة وهنا القيام بالحركة نقطة اللي خاصنا نرد لها بشكل كبير القيام بالحركة نحن الآن بغي نحيده الشحون بغي نحيده الكوليستيرول فخاص الشخص يقوم مجهود حركة يتجاوز ثلاثين دقيقة يتجاوز يعني ما يبقتش غير ذكي عشرين دقيقة مثلا لا مشي أنه يجري عشر دقائق ويقولك سافيا ندرت الحركة لا يفوت ثلاثين دقيقة متواصلة يعني هو شغير ماشي ولا خصوية ماشي على حسب الطاقة دياله غير يتمشى غير يتمشى هنا الناس مثلا ربات البيوت تقولك أنا الصباح كامل وأنا في البيت يتمشى نفسية بحسب الطاقة دقيقة من المشي بشكل متواصل ويومي فمن المستحيل باتبعنا لهذه الأسس و لهذه الطرق أننا لا نقص على الكوليستيرول هناك نقطة أخرى التي هي مهمة كدلك هو إضافة بعض الحبوب إلى استهلاك اليومي مثلا زنجلان و كامون و زرع الكتن لا يجب أن يفوت مع القصغيرة في النهار لأنه سنو بعد تشاهدون لديك مشاكل يجب أن يتم بشكل عقلاني وبكمية هي معقولة كيف يجب أن يدى الكيمية المعقولة؟ يعني الناس يجب أن يجب أن يفوتون الخبز بها فمع القصغيرة دي لهم خلطة يجنوبها الخبز هي كافية هي تساعد كذلك على التخفيض في نسبة الكوليستيرول وبغيت نأكد إلى واحد المسألة الآن احنا تنظرو على الكوليستيرول ما تنظروش على تولاتي الجليسيريد يعني كين فرق كبير وشافع نعم نعم حنا تنظرو الآن على الكوليستيرول نعم لأنك كين فرق كبير هذيك بوحدة هذيك عندها يني حمية دي لها خاصة خاصة بها وكين هناك فرق ما بين هاد الحمية وهاد الحمية هاد المشكل كيف ما قلت ديال الارتفاع في الكوليستيرول فباتبعنا إلى وبأخذنا إلى الدهون النباتية وبأخذنا إلى الألياف الغدائية هدا غدي ساعدنا باش أننا نقصه ونخفضه من نسبة الكوليستيرول في الجسم دياله نعم أستاذ النبي العيشي هنا كمان يشتكي بالرغم من الحمية يعني الريجيم والأدوية ديال الكوليستيرول دائما تيبقى الكوليستيرول عنده مرتفع يعني ما تهبطلوش كتساءل علاش يا إما كان هناك خلل في النظام الغدائي دياله يا إما كيف ما قلنا أحبس بشكل نهائي أحبس الكوليستيرول وبالتالي جسم تولي يسايبول داخل أو لا تياخد بعض الأغذية لأن بعض الأحيان تتكون بعض الأغذية الناس تغشوف بعض الأغذية الأغذية سمحهم الله فمثلا زيت الزيتون تكونوا ديالين معها أمور أخرى بش يبيعوها وهنا ما تتبقاش مية في المية طبيعية وبالتالي فالاستيلاك دياله ربما تيدي إلى الزيادة فالناس خصوم يتحروا الأغذية اللي تياخدوا خصوم يتحروا يعني المبلاسة اللي تشري منها هذه الأغذية سواء زيت الزيتون أو لا القطاني أو لا الفواكي الجافة فالاستيلاك ديالها يساعد في تخفيض نسبة الكوليستيرول ولكن يجب سنعرفوا شنو تنخدو شنو تنشريو الناس عفواً اللي تيديروا هاد المسألات اللي تقول كانت بات حمياء بات حمياء وأدوية يا إما ما تيقومش بالحركة وتيقوم بالحركة ولكن هناك غداء تبقى عنده ذلك شي لاش دروري الاستشارة للأخي السائف التغديلي لان بعض الاحيان تقدراءувنا يكون بعض الغيداء اللي تنخدوه نحنانا نظن أنه لا يحتوي على كوليستيرول أو لا يحتوي على كوليستيرول مرض كيف ما قلت لكم بالله. مالان كان هناك مرض على مستوى الكلي وهو الوساندغوم نيفوتك ده هو تعطينا الارتفاع في الدهنية علاج. لان هذا الوساندغوم نيفوتك شنو هو هو انخفاض الحاد في نسبة البروتينات التي تتخرج أهزكم له عن طريق تباول دينا. فهذا كنخفاض الحاد في البروتينات. الجسم تبغي سلاحذك انخفاض في البروتينات عن طريق افراز بعض المواد اللي اسمتها لليبوبخوتين باش نعنجو انخفاض في نسبة البروتينات. هذك الإفرازات المهمة لليبو بروتيين تبشي معها ارتفاع في نسبة الدهون يعني نسبة الدهون عند الناس اللي تكونوا مصابين بهذا المرض تكون بشكل كبير ولكن مشي ضروري جاي من الجانب الغدائي يقدر يكون جاي من الجانب الفيزيولوجي يعني هذه تكون مسألة فيزيولوجية مسألة مرضية ضروري نعرفه السبب ديال الارتفاع الكوليستيرول مهم مهم إذا تش حد تقريبا ديال الاخترات اللي الإنسان خصو يقص هذا الكوليستيرول في الجسم دوله هي التحاليل كاملة يعني الإنسان خصو يقوم بتحاليل يعني على الأقل مرة في 6 شهور يعني مرتين في السنة مرتين في السنة الإنسان يقوم بواحد ما يعرف بلا وكيف يعرف الجانب الصحي دياله يعني فين غادي ومنين جاي وشنكين وشنكين ومكين يعني كيف ما قلت قبيلا الكوليستيرول مات يتلاش بين عشياتين ودوحاة يعني مش اليوم خديت مثلا المخرق بتغيت لليه الكوليستيرول الكوليستيرول هو تراكمات هو عبارة عن ذلك شر تقول قبيلا نعم . لكن شاش قلت قبل انه الكلستيرول نتيجه شخصين ارتفاع في الكلستيرول. يعني ان النمط الغذائي دياله غير صحي. نعم اذا يقدر يكون افرض يلعائي لكلهم اذا كان نمط غير صحي بالمثال للعائلة. يعني ان الاطفال يقدروا يتصابوا بالكلستيرول؟ الاطفال يصابوا بالكلستيرول ولكن الاطفال في سين نمو. لا تناضرchen الارتفاع في الكليستيرول لانهم فترة نمو. وبالتالي نطلبوا منهم انهم مكتروا من الحركة. ماشي نقسم الأغذية خصوصا لك النظام غذائي صحي جيد لأنه نقدرون نقسم بعض المكونات الغذائية وهذا يقدر يأثر عن النمو ديالهم نعم إذن تكلمنا على الناس الموصبين بارتفاع في الكوليستيرول لنمط ديال النظام الغذائي اللي خصوم يتبعوه الآن بنسبة الوقاية سيد نبي ليش نعم بنسبة الوقاية دائما إني الرجوع إلى النظام الغذائي المغربي فالنظام الغذائي المغربي هو يعتبر من الأغذية يعني تقاوم هذه المشكلة ديال الكوليستيرول بانتياز والله القسم لو أن المغاربة يرجعوا العادات الغذائية المغربية يعني يرجعوا العادات الغذائية اللي خلونا جدودنا غادي يكونوا أننا جتنبنا وبتحدنا سنوات ضوئية على مجموعة ديالأمراض من الممكنش هناك يعني عادات غذائية مغربية تترفع في نسبة الكوليستيرول جميع العادات الغذائية المغربية هي تتلعب دور للوقاية ودور للعلاج كذلك في هذه الأمراض يعني شوف يعني كيف نبشينا سواء شمالا ولا غربا ولا شرقا ولا جنوبا كلها أنظمة غذائية وكلها عادات غذائية تساعد في انخفاض نسبة الكوليستيرول فباش نعطيويني نصيحة أن الناس يبعدوا على المقليات في الزيت هذه النقطة الأولى يبعدوا على الأغذية الغنية بالزبدة هذه النقطة الثانية يبعدوا على الأغذية الغنية بالشحوم هذه النقطة الثالثة وحتى شرقهم اللحم خصويتهم بتاع بشكل جيد يعني من شروا شمقوش شروا ديك الشوحوم ولو نطيبوها ونقولوا من غن نحيدوها لا راش شحمة دازت هذه النقطة بالأعفو نزولو شحمة قبل ما نطيبوها أكيد 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 نحاول ننقيوها نحاول ننقيوهم الشحمة طب ترى اللي اطلع طهركوش يداز المعراق ممكنك تسطفي المعراق تابعوه طبع يخصد نزول قبل لا بنسبة الدجاج ولا بنسبة اللحم من بعد كيين تناول ديالسمك لخص يتم بتاريقه بشكل غير مقلية جميع أنواع السمك من غير فواكي البحر هذا اللي كنت بغاية الوش هناك كانواع كطلحت ايا الكوليستيرول فواكي البحر уль قالامر مثلا الكوفاتو تحتوي على يليش ولكن السمك لا يحتوي على كوليستيرول يعني نحنا نطرع الأسماك لأننا ستبغط في فوكي البحر ففواكي البحر تطلع من الكوليستيرول أما السمك BLT تخفض الكوليستيرول لكن غير مقليفة الزيت. الشي ضروري يكون النوى الأبيض السمك. لا لا. شوف هذه مسألة دينيو أبيض والأسواد ونوى أزراح نوى. لا 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 لا. الشوف السمك السردين يعتبر بين أفضل وأغنى الأسماك غدائيا. لماذا؟ لأن في الدهنيات دياله. والدهون دياله هي دهون اللي هي غير مشبعة. واللي هي دهون تتهبط وتنقسم الكوليستيرول. لهذا فتناول جل سمك خاصه يتم بشكل أسبوعي الناس يتناولوا السمك يتناولوا الألياف الغذائية اللي يجي من الخضر اللي يجي من الفواكه ويقوموا بالحركة رعا الحركة الناس مبقواش يقوموا بالحركة وهذه مسألة خطيرة جدا نعم فقط نقطة اللي يخصنا نركز عليها كذلك أسد نبيل أي شيء أننا ممكنش بتأكيد نحرموه خصوصا الأطفال من بعض الأغذية اللي فيها مقليات صراحة ولكن واش ضروري أننا نحيدوها تماما ولا الإقلال منها يعني مرة مرة ماشي مدرة بالجانب دا كان أسلوب أو نظام غذائي متوازن بالنسبة للأسبوع دا كانت مرة مرة لأنه يدخرجوا لأننا كان نعرفوها دواقع ماشي مشكلة نعم بالعكس بالعكس أنا تنقل الناس خودوا الشيء اللي يخيه خودها سيدي مرة في السيمنة ولا مرة في 15 يوم هل يفخيه؟ هل يفخيه؟ هل يفخيه؟ هل يخرجوا ويطلبوا الدلاب يخصوهم يخرجوه؟ غين أعرف ما هي مشكلة ناكله على بره أنا ماشي ضد يعني الناس يخرجوا مثلا السبت يبغوا يخرجوا مع ولدتهم نعم ما هي يكلوا على بره ماشي مشكل ولكن واش الأكل على بره؟ ضروري يكون ربعات تباصل الفريط وستلق رائد المونهذا؟ ممكن إن أكل على بره؟ غين قدروا نديروا تبصيل واحد غين أكلوا منه كاملين مثلا ضوقوا نحيض الشيواء مثلا نقدروا تطلبوا أغذية ولا دي بلا لهم صحيين أثناء تناولنا كذلك خارج لبيت ماشي عيب أنا نغنات غي خرجوا مثلا غدي بشيو غي بشيو ربما عند المشوات غيديروا شوية الكفتة ولا شوية للحم وغدي حطوها مع شلطة ماشي مشكل ماشي عيب ولكن خاصة عارفوا كيفاش لأن بعض الأحيان ناس يخرجوا تتولي الفريط هو الطبقة الرئيسي فوق الطبلة هذا هنا خطأ وحتلقوا مو بها مرة في الأسبوع مرة في 15 يوم ماشي مشكل الوقاية شوية لكن المشكل سعي يومي 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 كن فريط يومي المورادا يومي يو ماتيسخي شوية خليستيرو نعم نعم على حسب أنواة شوكولاتة تقولي الشخص يومي يعني تفطрь 표현تباب البتيبان هنا تقول لي خطأ وتقول لي مشكل فبن أن تقول لي الشخص تفطر Bun Commercialverati gail one Viceey另 cycleقم البيناتهم هي المقريات في الزيت فهنا مثلا المشكل نجده وضع سا dichtرى اش بتشهير وهنا نسا ماопасة ابرينا احنا نسا هي منها وصحة المغاربة نعم هو الوقاية من أجل الأمراض لأنه الحمد لله المغاربيني شعب دكي وشعب اللي تعرف كيفاش أنه يصير النظام الغذائي دياله خاص فقط بعض الإرشادات هي اللي تنحاولوا هاد إرشادات تفقدت ما زالش شوية بمسبب المرأة خصوصا لها تحافظ على الوزن دياله وفي نفس الوقت صحة جيدة خصوصا أنك نشبه بعض نيسا كتكون عندهم الكوليستير ومطلع لأنه ما تقوموش بالحركة لأن المرأة المغربية هي سخية المرأة المغربية هي معطاة فهي تتعطي الوقتها لكل شيء إلا لرسال لأسف وهذا خطأ إذا سيدتي اسمعيل أسد بلايش يعني النساء خصوصهم يعطي الوقت لرسالهم يعني باركة ما نعطيه الوقت للزوج لأمهات لا نعطيه الوقت ما شغل الله لا نعطيه الوقت للزوج لا 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 مش التحرير لا نعطيه الوقت لهم الجميع وما عطيه الوقت لرسالهم هذا خطأ لأن الجميع محتاج للمرأة المغربية والأم في داخل البيت فعدم إعطاء هالوقتها تيخليها لأنها ما تتقاش عندها يونكاليتي ديفيم زيانة أن تتولي تتصاب مجموعة دي الأمراض وإثابتها بمجموعة دي الأمراض تؤثر بشكل سيلبي على الصيرورة للحياة داخل البيت ومشي هاتش اللي بغينا احنا بغينا أن المرأة المغربية تبقى دائما تأتي تأتي شوف راشي إذا زادنا حدين قلبة إلى ضدية في كل شي حتى في الوقت تأتي الوقت لوليداتها تأتي الوقت للزوج ديالها ولكن مشي 24 ساعة تأتي الراسة واحد الساعة ولا ساعتين في النهار غي ساعة في النهار تأتيها الراسة غادي تكون أمور اللي هي غتعود لها بالنفع لها وغتعود بالنفع كذلك على العائلة والأسرة المغربية وعالمجتمع المغربي ككل إذا للوقاية من الكوليستيرول تفاح أكيد تفاح الألياف الغذائية المشي زيت الزيتون اللوز القرقاء الخضر الفواكه طبعا الحال شرب الماء اللي هو ضروري نعم شرب الماء لأن شرب الماء تساعدنا باش أننا نتخلصه كذلك من الشوحوم ومبعدونية اللي كينا ولكن تتبقى الاكتار من تناول الألياف الغذائية اللي هي العدو الأول لارتفاع في نسبة الكوليستيرول الناس اللي عندهم الكوليستيرول تعالى يتناولوا الألياف ويقوموا بالحركة وإن شاء الله بيحاول الله غدية بتلوم الكوليستيرول نتمنى ذلك وبالتأكيد